أينما وحلت الشنة بأرضين؟ ارتحلت البدعة بل هربت البدعة من الخوارج في عصرنا؟ أقول أولاً رأس الخوارج في عصرنا جماعة الأخوان المسلمين كل من جاء كل الخوارج في زماننا تفرقوا منهم ثانياً جماعة التكفير والهجرة ثالثاً تنظيم القاعدة رابعاً داعش ومن رؤوس الخوارج في زماننا أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وسيد فضل وأبو محمد المقدسي وأبو قتاد الفلسطيني وكل هؤلاء استقوا مذاهبهم من كتب سيد قطب وأبو الأعلى المودود هل كتب سيد قطب فيها تكفير؟ نقول لماذا أقول هذا الكلام؟ كثير من الناس يحب هذا الرجل حباً جديداً ويرفض فيه كل قول أنا تعمت أن آتي بهذا الكتاب أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة ليوسف القرضاوي يوسف القرضاوي منهم من جماعة الإخوان المسلمين وسيد قطب من جماعة الإخوان المسلمين ماذا يقول؟ والكلام موجود أمامكم أنقله من الكتاب مباشرة يقول في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره والتي تنضح بتكفير المجتمع وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي ثم يقول حتى ما نطيع عليكم يتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسير الشهيد في ظلال القرآن في طبعته الثانية وفي معالم في الطريق ومعظمه مقتبس من الظلال وهذه الكتب كان لها فضلها وتأثيرها الإيجابي الكبير كما كان لها تأثيرها السلبي أي تأثير إيجابي في كتب تكفر أمة الإسلام قاطبة؟ يقول كما ظهرت كتب المدعول أخو بالرحمة والمغفر الشيخ سعيد حوى ويتتبنى نفس الفكر وتسير في هذا الخط ذاته هذا الدين أخواني الكريم ما يتعامل معه بعواطف فإذا كان الرجل قد أخطأ نقول أخطأ ما يضره هذا كذلك من الكتب التي تدعو للفكر الخارجي في زماننا أسئلة الثورة لسلمان العودة هذا الكتاب يدعو إلى الخروج على أئمة المسلمين ويؤيد الثورات التي تسمى بثورات الربيع العربي وقد منع من المملكة العربية السعودية وقد رد عليه الدكتور فهد بن سليمان بن إبراهيم للفيد وقدم له الشيخ صالح الفوزان ترجمة نانسي قنقر